اهلا بكم ابطال سنة خمسة ابتدائي النهاردة انحل مع بعض تقييم الاسبوع السابع السؤال الاول اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة اصبح تحطمس الثالث ملكا على مصر وهو في سن صغير طبعا الاجابة هتكون صواب اتنين سجل الملك مينة انتصاراته على لوحة نعرمر طبعا للوحة ليه كانت ذاتة وجهين تصور ملك مينة وهو يضرب الاعداء ووسط جنوده الاجابة صواب ثلاثة نشأ الملك تحطمس الثالث في عصر الدولة الوسطى طبعا الاجابة هتكون عندنا خطأ في عصر الدولة الحديثة السؤال الثاني اكمل العبارات الاتية المكان الحالي لمنطقة ميت رهينة يتبع محافظة طبعا موجود عندنا في محافظة الجيزة اتنين اتخذ الملك مينة من مدينة نقط عاصمة للبلاد طبعا الملك مينة خدم المدينة من نفر عاصمة للبلاد السؤال اللي بعده انتصر تحطمس الثالث على امير قادش في موقعة طبعا اهم المواقع الحربية في تاريخ مصر الحديثة هو عندنا موقعة ماجدو السؤال الثالث بما تفسر كون الملك مينة حكومة مركزية طبعا الحكومة مركزية مهمتها تصريف شؤون البلاد ولتساعده في الحكم اتنين قادة تحطمس الثالث الكثير من الحاملات العسكرية بما تفسر طبعا قادها لتأمين حدود البلاد السؤال اللي بعده سئلة الواجب السؤال الاول اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيح انشأ الملك مينة قلعة الميناء الكبير طبعا الاجابة هتكون عندنا خطأ الميناء الجميل اتنين كون تحطمس الثالث اقدم امبراطورية في التاريخ طبعا الاجابة صواب تلاتة الملك تحطمس الثالث احد ملوك الاسرة السادسة وعشر طبعا الاجابة عندنا هتكون خطأ السؤال الثاني اكمل العبارات الاتية تم تسجيل انتصارات الملك مينة على لوحة طبعا لوحة مشهورة وهي لوحة نرمر او نعمر نقش نقشة تحطمس الثالث مراسم تدويجه تدويجه على جدران معبد طبعا على جدران معبد عندنا الكرنق يا شباب السؤال اللي بعده انتصر تحطمس الثالث على امير قادش في موقعة او في معركة طبعا برضو معركة ماجدو بما تفسر انشاء الملك مينة مدينة من نفر طبعا عندنا انشاءها لتكون عاصمة للبلاد ما النتائج المترطبة على معركة ماجدو طبعا كان بطلها تحطمس الثالث ترتب عليها انتصار تحطمس الثالث على امير قادش والسيطرة على بلاد الشام وامتداد النفوذ المصري الى بلاد الشام السؤال اللي بعده التقييم الاسبوعي بما تفسر كون الملك مينة حكومة مركزية اللي استقلنها الحكومة مركزية مهمتها تصريف شؤون البلاد واللي تساعده في الحكم بما تفسر قادة تحطمس الثالث الكثير من الحملات العسكرية طبعا عندنا لتأمين حدود البلاد ما النتائج المترطبة على معركة ماجدو طبعا ترتب عليها انتصار تحطمس على امير قادش والسيطرة على بلاد الشام اربعة دلل على صحة العبارة التالية سجل الملك مينة انتصاراته على لوحة نعرمر طبعا الدليل على ذلك تم تسجيل انتصارات الملك مينة على مملكة الشمال وتوحيده للبلاد على وجهي لوحة تعرب باسم لوحة نعرمر محفور عليها حفر بارز يشد صانحها بالدقة والابداع ماذا كان يحرس اذا لم ينجح الملك مينة في توحيد البلاد طبعا هيترتب عليها استمرت الفوضى وعدم تشكيل الاسرة الاولى لان الملك مينة كان شكل اول اسرة حاكمة في تاريخ البلاد السؤال الى بعده المجموعة الثانية بما تفسر لبس الملك مينة تاجا مزدوجا طبعا عندنا التاج المزدوج هو عندنا تاج الشمال وتاج الجنوب الملك مينة ارتداء ليعبر عن سيطرته كاملة على مملكة الشمال والجنوب وسيطرة كاملة على البلاد بما تفسر لقب تحطمس الثالث باعظم القادة العسكريين في مصر قديما طبعا يرجع ذلك انه كان من اعظم القادة العسكريين في مصر قديما حيث قادة العديد من الحمالات العسكرية الناجحة لتأمين حدود البلاد ومن اشهر معركها معركة مجدو التي انتصر فيها على أمير قادش واستطاع السيطرة على البلاد الشام واستطاع ان يمد حكم مصر حتى بلاد النوبة جنوبا وكون اقضم امبراطورية في التاريخ السؤال اللي بعده ما النتائج المترطبة على تكوين الملك مينة جيش قوي طبعا ترتب على تكوين الملك مينة جيش قوي عندنا نقش عندنا ترتب على تكوين الملك مينة جيش قوي عندنا اللي هو دفاع عن البلاد وقام معامل وحدة وعندنا تكوين الأسرة الأولى السؤال الرابع عندنا دلل على صحة العبارة التالية سجل الملك تحطمس الثالث مراسم تدويجه ترطب على ذلك نقش مراسم تدويجه على جدران معبد القرنق ماذا كان يحدث إذا لم ينتصر تحطمس الثالث في معركة مجده طبعا هننفي كل حاجة حصلت في الموقع عدم سيطرة مصر على بلاد الشام ولم يكن تحطمس أعظم القادة العسكريين السؤال اللي بعده المجموعة الثالثة بما تفسر إنشاء الملك ميناء مدينة من نفر طبعا لتكون عاصمة للبلاد بما تفسر كان تحطمس الثالث من أعظم القادة العسكريين في مصر قديما طبعا يرجع ذلك أنه كان من أعظم القادة العسكريين في مصر وقادة العديد من الحملات العسكرية الناجحة لتأمين حدود البلاد ومن أشارها معركة مجده التي انتصر فيها على أمير قادش واستطاع السيطرة على بلاد الشام واستطاع أن يمد حكم مصر حتى بلاد النوبة جنوبا وكون أقدم إمبراطورية في التاريخ ما النتائج المترطبة على توحيد الملك ميناء لمصر ترطب على ذلك لقب الملك ميناء بالعديد من الأرقاب منها ملك الأرضين وملك مصر العليا والصفلة وصاحب التاجين ونصر الجنوب وسعبان الشمال دلل على صحة العبارة التالية لم تكتصر إنجازات تحطمس الثالث على الجانب العسكري طبعا الدليل على ذلك بنيت فعهديه الكثير من المعابد والمسلات الضخمة خمسة ماذا كان يحدث إذا لم ينتصر تحطمس الثالث في معركة مجده طبعا سيترتب على ذلك عدم سيطرة مصر على بلاد الشام ولم يكن تحطمس الثالث أعظم القاضى العسكريين وبكده انتهينا من أسئلة التقييم ياريت تدعمونا بلايك للفيديو لو سمحتم وشير على قد ما تقدروا واشتراك في القناة ليأتيكم كل ما هو جديد والسلام عليكم وكان معكم مستر إبراهيم كامل